اهلا بكم مشاهدينا وحييكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة من برناموكم بنصبح عليك بنصبح عليك كل يوم في من السبت لقاية الجمعة سبعة يام في الأسبوع بنصبح عليك ودايما رب دايما تكونوا بخير الحقيقة حلقتنا دايما بيكون فيها فقرتين هنعرفهم وهنتبههم بعد ما نبدأ نشاطنا بالرياضة والنشاط والحيوية نبدأ أخبارنا السريعة لليوم أخبار مصر الرئيس السيسي يشارك في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث أزمة السودان ويؤكد وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان الوطن وزير الزراع يفتتح معرض ظهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي أمس السبت من أخبار مصر ووزارة التموين تحذر استخدام القمح المحلي على أصحاب مصانع العلاف والمزارع السمكية من أخبار مصر أيضا الكشف عن أكبر ورشة تحنيت أدمية وحيوانية في منطقة سقارة اليوم السابع وزير السياحة والأثار سقارة متحف أثري مفتوح وتجذب أنظار العالم إلى مصر من اليوم السابع أيضا نتيجة رابع ابتدائي وأولى إعدادي بالجيزة متاحة الآن في المدارس في الشروق مصر تتزعم مقترح إنشاء اتحاد أفرأ أسوالي كرة القدم لقصار القامة اليوم السابع أيضا فستان محروق أبرز التصميمات السريالية بمهرجان كان السينمائي عشرين تلاتة وعشرين فستان محروق ده موضوع يعني مصير كده للجدل أسعار الذهب مشاهدينا ألفين تلتمية خمسة وتمانين لعيار واحد وعشرين وسجل لعيار تمنتاشر ألفين أربعة واربعين وسجل لعيار أربعة وعشرين أمس ألفين سبعمية ستة وعشرين والجنيه ده بسجل بالأمس تسعتاشر وتمانين جنيه أخيرا الأرصاد الجوية طبعا كلنا تبعنا حالة الأرصاد الجوية الغير مستقرة من أمس طقس الأحد رياحة مثيرة للأتربة وأمطار رعضية يعني ممكن أن تكون معها سيول العزمة في القاهرة أربعة وثلاثين والصغرى واحد وعشرين الأسكندرية العزمة خمسة وعشرين والصغرى عشرين مطروح أربعة وعشرين تسعتاشر الصغرى سوهاج أربعة وثلاثين العزمة الصغرى تلاتة وعشرين وقنى العزمة السبعة وثلاثين والصغرى خمسة وعشرين أسوان العزمة أربعين والصغرى تمانين وعشرين نبدأ فقراتنا حالا مشاهدينا ومع أول ضيف في حلقاتنا اليوم الاستشاري علم النفس واخصائي التربية الخاصة الأستاذ عمر أيمن طاها هنستقبله حالا ابقوا معنا وبنصبح عليكم مشاهدينا وبنستقبل ضفنا في أولى فقراتنا اليوم الأستاذ أيمن عمر طاها استشاري علم النفس واخصائي التربية الخاصة هنتكلم عن التفكير الإيجابي زي الإنسان يعني يتعود أن يفكر تفكير إيجابي ويبدأ عن التفكير السلبي اللي يمكن دي بتكون أسباب من منغسط الحياة مش بس عند الناس اللي هي زوجة احتاجات الخاصة أو الناس الأطفال أو الكبار أيضا الناس العاديين وهما أكتر الناس يمكن محتاجين أن هم يتعلموا زي يفكروا تفكير إيجابي نصبح عليك صبح عليك أحوالك وعلى السيد ومشاهدين زي ما قلت يعني تفكير الإيجابي ما معنى الأول التفكير الإيجابي يعني نوضح الموضوع هو بداية تفكير الإيجابي ده إن الإنسان يفكر في الأشياء المطلقة ومزعجة بطريقة إيجابية يعني مثلا إنسان في حياته يواجه مشكلات وصعوبات ولازم الإنسان يفكر بفكر إيجابي يبقى عنده أمل إنه هو هحاول يواجه المشكلات دي بطريقة إيجابية لازم فيه عندنا نفسنا أمل وتفاؤل ويقين في الله ان احنا هنواجه اي مشكلات قابلنا في حياتنا لان الحياة بتصير عبارة واحدة لازم فيه حاجات فيه اخفاقات وفيه نجاحات فالانسان لازم يتعلم من اخفاقات اللي بيستحصله ويستفيد منها عشان يبني النجاح في المستقبل طيب احنا الاول هل التفكير الايجابي ده بيكون يعني حقيقة قلت ان هو ايه اللي بيكون عنده قلق او توطر من اشياء يفكر فيها بتفكير ايجابي طيب ومنفعش نفكر تفكير ايجابي عمتا يعني هو تفكيرنا ايجابي في كل الاشياء مش لازم عندنا توطر او عندنا قلق او عندنا مشكلة فانفكر فيها بتفكير ايجابي وعندنا تفاؤل وإلى ذلك اللي حياتك قلت كلامنا عايز عارف من حضرتك ماذا سحيته هو بشكل عالم اصلا ان الانسان اصلا لازم بيفكر تفكير ايجابي في كل منح الحياة في كل المجالات في كل حاجة في كل شغل اللي حيقدم فيه فاي حاجة يشتغل فيها يعني فيها عمل حيقدم عليه لازم يفكر ان انا حقدر انجز العمل ده ان حقدر اشتغل فيه حقق فيه على النتائج طيب بما ان حاجة اشتشارية عم نفس فايه اسباب ان الشخص يكون بيفكر تفكير ايجابي او يفكر تفكير سلبي هو الاسباب ان يفكر تفكير ايجابي ان هو لازم بيفكر في الحاجة بيفي عنده امل انه هيحقق ايجابيات او هيحقق نتيجة مرجوة بعد جهد مصمر كده بيشتغل على نفسه ان الاسسان يجب ان يشتغل على نفسه في البداية ان هو هيقدر يحقق اي حاجة الاهداف اللي بيحطها نفسه كل يوم ان حقق مثلا كل يوم هدف معين لو حققات هدف دايبا حققات المرجوه بشكل عام ويجب فيه علاقته بربنا تكون مستمرة لان الانتقاءة الروحية بينه وبين ربنا ده بيساعد الانسان ان يحقق كل حاجة بغض نزع النتائج في المقام الاوه بيتوكل على ربنا في كل شيء وبناء على كده بنمشي في اي حاجة في اي طريق طب هو ما بيكونش مثلا نتيجة التفكير السلبي او تفكير الايجابي ايانا نتيجة عوامل نفسية او ظروف مر بياه هو صغير ممكن تفكير سلبي نتيجة عوامل نفسية مثلا حاجة حصلت في حياته اثرت على تفكير سلبي اثرت على الصحة بتاعته بقى فيه طوطب بقى فيه قلق كل ده طبعا لازم يتخلص منه الانسان جدا ولازم يفكى تفكير ايجابي ان انا هتخلص من حاجات دي ويحاول يشغل نفسه بحاجات مما تخلوش تديره تفكير سلبي يعني مثلا زي ايه يعني مثلا ممكن يمارس الرياضة الرياضة مهمة جدا في حياة الانسان اه طبعا فده بيخلي الانسان بيفكى تفكير ايجابي ويشغل وقته وتركيزه في حاجة مفيدة جدا الانسان مزبوط ممكن كمان قد يخرق مثلا في فيفوسحى مثلا نفسه مثلا يأكل حاجة يشرب حاجة كل ده بيدي الانسان طاقة ايجابية وبيجدد الطاقة عند الانسان كل يوم انه حقق اي حاجة هتوقع من الاهداف الحطاء لنفسه كل حياة طب بالنسبة للتفكير السلبي يعني احنا مش عايزين نتطرق له كتير ولكن ازاي انسان تحوله تفكيره من سلبي لايجابي المفروض يعمل ايه ازاي يدرب نفسه او يعني ايه الخطوات هل يروح مثلا دكتور نفساني هل يمارس رياضة معينة هل يتصرف ازاي ممكن في بداية ممكن بالذات عند الناس همتي ممكن يكونوا منكلم قبل الهواء مع حضرتك على هم الاطفال زوية خاصة اه والكبار من زوية احتياجات الخاصة في بداية لعشين يحاول الانسان تفكيره سلم من ايجابي ممكن بعد كده يتكلم كتير مثلا مع صديق معين بيفكر تفكير ايجابي وده بيديه طاقة ايجابية انه يتحدث بطاقة ومن فيش نقضة عليها نقض جراح على طول ينفيه بالنقض لازم يتكلم باريحية مع الناس يلاقي شخص يتكلم معاه وممكن ممكن يروح حسن يخرج زي ما ذكرت قبل كده ممكن يمارس برضو رياضة رياضة مهمة جدا برضو في رياضة زهنية ممكن يصف عقله من اي ضغوط سلبية او اي افكار سلبية تجيله يقول لا انا مش هفكر في كده وكمان يدي نفسه انه فيه عبارات يقول لنفسه انا حقدر انجز الحاجة انا حقدر حقق كل حاجة باسمنا ربنا كل حاجة فخلال الحاجات دي كلها الانسان حيحقق الحاجة في نفسه فيها كل حياته اللي هنقول بقى الناس سواء المحيطين بالشخصات او الاطفال او الاحتياجات الخاصة او الابهات او الامهات الاهل ا زيت عاملوا مع الناس فليس نستغل الأمانة دي بشكل كويس ويكون تعاملنا أحسن منهم أحسن من أي حد تاني نطبع أمور بشتكي كثير إن إزاي أتعام مع الطفل طريقة إيجابية أنا أعاني طفل زرائحة خاصة إزاي أتعاموا طريقة إيجابية فكل فلو أخدنا بالحاجات دي هيحق النتيجة في المصمرة في المستمع طيب في من ضمن الأطفال اللي هم احتياجات خاصة هم الأطفال اللي بيعانوا من تحت تمام عندهم أوتزم أوتزم آه دول إزاي نقدر نتعامل معاهم بشكل يدفعهم إلى التفكير الإيجابي وطبعا موضوع شوية معقد بالنسبة للأطفال اللي عمون توحد دول هو طبعا لازم أو حاجة عشان أوصل لطفل لعلم الطفل التوحد ده الأول أفهم أي حتياجاته الأول بيحتاج إيه بيحتاجش إيه وكل طفل ليه مدخل معين لو عرفت خش المدخل ده هعرف إزاي أوصل لعلم الطفل ده وحعرف إزاي أوصله وحقق كل حاجة بيحبه حباه لأن الأطفال دول زي ما أنزكرت سابقا أنهم أمينوا عند ربنا فلازم برضو هم عندهم برضو إمكانيات أن طفل التوحد ده ما ينفعش همشهم ما ينفعش ما خلوش دولهم ننتج في المجتمع لأن فيه أمثال كيسير في مصر حققوا نجاحات هم عندهم توحد وأحسن من أي إنسان تاني بدلين عندهم طاقات أنا واستغلت الطاقات اللي عندهم دي والإمكانيات اللي عندهم دي بإذن الله حيحققوا نجاح مصر في المجتمع طب هو إيه السبب يمكن الناس برضو بتحب تعرف هل وجدوا سبب لأنه الطفل يكون عنده توحد والحد دي وقت بفيش سبب حال من عادي هم مش عارفين سبب إيه هل هو راسي هل هو جينات هل هو بييجي منين ما حدش عارف لهذا ولكن بتكتشف الزاي برضو لأنه ندي نصيحة للأهل اللي بيكون ممكن ما بيقولش ويكتشفوا إلا بعد فترة أنه الطفل ده عنده توحد يعني إيه الأعلامات والحاجات اللي بتظهر يعني مثلا ممكن أن الطفل صغير ممكن ما ينتبهش لإسمه ما يساقبش الإسمه مثلا ما أنتوا تنادي عليه ما فيش استجابة الأصواب بتاعك بداية بتأخر فيها أه الكلام يعني كلام أه شكل عام يعني بيتأخر فيه مفيش توسط البصري أهم حاجة في كل ده فيش كونتاكت اي كونتاكت بينه وبين توسط البصري دي أهم حاجة تمايز بين التوحد والحاجات التانية إنو فيش اي كونتاكت بيني وبين الشخص التاني فلو مفيش توسط بصري بينهم الشخص التاني فكل حاجة هتقع بعد كده مش هعرف اكون علاقة مع التاني معندهمش اقلات التماعية مش هعرف اكون الصدقاء مش هعرف اكون اقلات التماعية مع الناس طيب لو احنا عندنا شخص او طفل بي عنده وجدنا انه عنده تفكير سلبي تفكير سلبي ده يعني ما اعتقدش بيبقى شوية عند الاطفال ومثالي بيبقى عند سن معين اكتر بيكون شوية بدأوا يكبروا يعني مثلا سن 8 الى 12 سنة مش كده ولا ايه فبيبتدي تحس انه عنده تفكير سلبي ازاي بتقدر تكتشف ان هو الطفل ده بيفكر تفكير سلبي احنا عارفين كل اطفال بتتشاءة وبتكسر وبتبسخوا دمه وتبسخوا دمه وتبسخوا دمه حاجات غريبة يعني فمقولش اهوت اطفال يعني هل ده نوع من انواع علامات التفكير السلبي للطفل ولا لأ لأ هو اعتقدش ده ايه بقى ايه العلامات بتاع التفكير ازاي يعرف ان ابني او بنتي بتفكر تفكير سلبي يعني مثلا بيفكر ان هو دايما ازاي بيدي مثلا نفس طاقة سلبي انا مش هقدر عامل حاجة دي اهو طفل صغير مثلا ما امتبسا هي اللي بتخيله والاهل نفسه هم اللي بيدور طاقة سلبية انه هو مش هيقدر دلسه صغير ده لسه ما يكبر ممكن بعد كده حقل هو عايزه يعني كل ما انه اما تكون مشكلة صغيرة ما عرفش يحلها وياه بسيطة كل ما هتكبر بعد كده تعهد فلازم اهول حاجة من الطفل الصغير مثلا اعلمه ان هو اديه طاقة ايجابية ان هو حيحق حاجة وحيكون حاجة في نفسه هيدير كل حاجة فلازم اديه طاقة ايجابية لازم لان انا وما خلتوش كده هل هيحصله انت قويسه وحيطلون احباط وتوتر وقلق في مستقبل فكل ده لازم اربسه الطفل كويس احاوله بقى ازاي وابتدي عالجه ازاي او ابتدي اغيره وتفكيره من سلب الايجابي اقول مثلا انت هتقدر تنجز حاجة اللي انت عايزه مثلا في المدرسة مثلا هتقدر تعمل تنجح في الامتحان هتقدر تحقق النتيجة اللي انت عايزها هتقدر تحقق كل حاجة في نفسك في مستقبل العبارات التنديحية دي بتأثر في نفسية الشخص التشجعية لو انا في طريقتها ادي له حاجات دي كلها الطفل هيتطلع سوي نفسيا وهيتطلع يا قص هيتطلع عنده رخاء وسعادة في النفس بمستقبل بازن الله طيب خلينا بقى نروح للأصحاء تفكيرهم السلبي وتفكيرهم الإيجابي مش عارف الناس كلها طبعا مضغوطة او معظم الناس مضغوطة وعندها توطر في بعض الاحيان وبيكون لا إرادي يعني بتلاقي شخص متوتر شخصة الآن بيجيله ساعات حالات بيحس فيها ان هو مخنوق ايه حل هذا الموضوع بالنسبة لل هي اول حاجة بتاعة الأصحاء بقى يعني ومزبر أصحاء طبعا لازم يحاولنا نحدد ايه المشاكل في حياته اللي بتواجهه الأول وركز عن اول حاجة ان اتلافل المشاكل دي او افكر بمعنى صح ازاي احلها بطريقة صحيحة وتساعدني انا اطلع منها بقل خسائر يعني مثلا في مشكلة مثلا في مشكلة في الشغل او ضغوط في العمل لازم تلاسى الضغوط دي وانا اتعامل مع موقف كأنه في الأخص ان كل ما حط حاجة في الماغي ان فيه ضغط عليا في العمل ومش حادر اعمل حاجة كل ده بيدين طاقة سلبية ومش حارف انجز اي شكل اي حاجة في العمل خالص يعني مثلا مثلا فيه هدف حطته في العمل انا بس انجز حاجة في الوقت ده لو انا حاطت في نفسي اني مش حادر اعملها مش حادر اعمله هو برضو دي حاجة نقطة اللي حتكلم فيها دي نقطة تشجعية ان انسان يشجع نفسه او ما يبقاش سلبي مش عارف انا بشوف انه التفكير سلبي انه انت بتقول ان مثلا ممكن ناس تقولك والله انا حاولت ان انا اصلح كذا مثلا حاجة في العمل في الحياة في البيت وما فيش فايدة بترجع تبوس تاني او مش عايزة تتصلح هنا ده يعتبر تفكير سلبي ولا ده ايه ممكن ده تفكير سلبي يعتبر ده مثلا تراجع بعناء صح مثلا مش عافي يعني فيه حسنا بضرب المحاولة مرة واثنين وثلاثة في اي حاجة بعملها لازم فيها المحاولة والخطأ انا ما اجرب الحاجة نفعد اتكد خطأ استفيد من خطأ ان انا حصللي في الحياة ده وابني عليه عشان حقا نجاح في المستقبل طب يعني ممكن حيكتدي لي مثلا المثال المعين مثال المعين يعني مثلا لو انسان مثلا بيواجهه مثلا ضغوط مثلا في عمل معين مثلا دكتور مثلا مثلا كل يوم او مرضى طبعا لو لا مش حاكر في على علج ويسيب بقى على ربنا في كل حاجة يعني هو لازم مقتلع ان هو بيعمل عليه ويسيب بقى على ربنا طيب دي حاجات جميلة جدا الناس فهم الموضوع ان التفكير الاجابي بانه انت متفائل انت عندك نظرة مستقبلية فيها تفاعل زيادة عن نزوم الناس دي بتقول لها ايه لا هو بادي تفاعل بس اللي هو تفاعل الطبيعي مش اللي هو زيادة عن نزوم اللي خلاص كل حاجة استقبل النفس اللي هي زيادة عن لزوم لاننا ما بيدي استقبل نفسي بتاع زيادة عن لزوم الامر بنقلب ضدي لا انا مثلا انا اصد في نفسي هو الطبيعي اننا هقدر اعملها واخد بالاسباب اهم حاجة دي وامشي في طريق اننا عايز امشي فيه حتى رغم فيه عقبات فيه مشاكل فيه صعبات بس اذا ممكن توقن في دماغي اننا حقق اي حاجة حقق الاهداف في حطة النفسي حتى لو فيه مشاكل وصعبات اللي دايما اقتلع في نفسه اننا حقدر اعمل حاجة دي كلها حقدر انجز حقدر حقق اي حاجة دي في الماغي او الاهداف حطة في الماغي لو انا مشل في الطريق ده بيس اننا حيحق كل انا عايزه طيب لو تكلمنا عن يعني تفكير ايجابي وتفكير سلبي ولكن سلوك بقى نتكلم على هل تفكير الايجابي بيؤدي الى سلوك ايجابي ولا التفكير الايجابي لمجرد انك بتحل مشكلة او بت لو في المذاكرة مثلا بتحل مسألة فبتفكر فيها بشكل ايجابي او بتفكر في عملك ازاي تتعامل معا بشكل ايجابي بيؤدي الى سلوك ايجابي صح اه التفكير بيؤدي سلوك ايجابي ان كل حاجة بتفكير فيها بتنانجز على الواقع اللي انا بعيش كويس يعني مثلا في المدرسة مثلا حد مسلا اندخل على الامتحان او حاجة لو هو مسلا نقلق من الامتحان انهم مش حل كويس طبعا ده كله مش حادر انجز مش عارف انجح في الامتحان كل ده حينقسها كل ده حيخلي الطفل يحصل له طاقة سلبية وهيخدش الامتحان مش عارف يحل خالص لكن لو الطفل مسلا عمل اللي عليه وقال إن أنا هقدر عمله إذن الله أنا عمدت اللي علي وهسيب بقى ربنا وهخش هناك وحنجح وهعمل كل حاجة حتى لو كانت انتاج سلبية بس برضو حقل حاجة أنا عايزها وهارف انجح بس فيه أخصيين وأسادة علم نفسي بيقولك إن القلق والتوتر دي علامة كويسة إنك بتخليك تاخد حذرك أكتر تخليك مثلا لو داخل في شغل فبتركز أكتر لو أنت داخل في مذاكرة أو في امتحان بتذاكر أكتر بتحفظ أكتر ولا إيه صح وممكن القلق الصفيقل لو طبيعي جدا يبقى القلق والتوتر مش لازم يتلاتي جعل تفكير سلبي بس ممكن لو القلق مثلا ده زاد عن حده بسعارة بشكل مرضي إنه خلاص بقلق يعني في حاس ما هوس يعني مثلا أننا خلاص بقيت مش هقدر اللي يقلق ده مثلا لو ارتفع مستوى طبيعي هينقل التفكير سلبي فهيقصر على شخص فالشخص نفسه حيسر التوتر ومش عايف يعمل إيه فكل ده هيقصر على الواقع اللي هو عايشه ومش عايف ينجز أي حاجة هو عايز حققها فممكن لازم الحاجة فيها حاس ما أقلق طبيعي لأنا أقلق في امتحان عندي أه أقلق طبيعي جدا وهخش فيه وهخش عمدت اللي عليه خلاص وبإذن الله ربنا هنوفقني هل حضرك قبلت نمازج من زويل الاحتياجات الخاصة اه قبلت النمازج اشرح لي كده كيفية التعامل معهم وتحويل تفكيرهم من سلبي لإيجابي أو شلوكهم من سلبي لإيجابي يعني مثلا في خصوصا بأطفال التوحد يعني بداية مثلا كتعامل معهم الأول زي ما ذكرت سابقا بردو لأنا لازم أتعامل معهم إزاي أوصل للطفل ده إزاي خش عالمه الأول لو عرفت خش العالم الطفل ده هعرف حول أي حاجة عنده سلبية لطاقة إيجابية يعني مثلا لو في طفل مثلا بيضرب بيعمل كل ده لو عرفت ساب المشكلة الأول حط إيدي على السبب هنعرف نعالج المشكلة كوي لأن كل مشكلة إليها سبب فعرفت السبب هعرف حل المشكلة من أساسه وهعرف إزاي هخلي الطفل يفكر بطريقة إيجابية أو حول السلوك السلبي اللي هو عنده ده لسلوك إيجابي يعني مثلا قابلت حالات مثلا كتير بطاقة فيه مثلا نوع مثلا رفرفة بيقعد دي رفرف بأيدي لو عرفت السبب المشكلة دي أو السبب اللازمة اللي عنده دي هعرف إزاي عالجها مثلا ممكن مثلا يمسك حاجة مثلا زي مثلا قورة مطاطية يمسكها في إيده مثلا إزاي وقف الرفرفة دي أو حاجة النمطية في إيده دي فبالتالي حيحول السلوك السلبي اللي هو حصل له ده لسلوك إيجابي إنه هو وظفه في حاجة مفيدة في حياتي طب وبتقدر تعرف الموضوع ده إزاي طبعا في حاسم أنت تقييمات فيها حاسم أنت تقييم الأول بتشوف الطفل نصلا هو عارف إيه الأول إيه حاجة اللي عنده قوة فيها وإيه حاجة اللي عنده ضعف فيها وبعدها كده أشتغل اللي عنده ضعف فيها أحسنها عنده والحاجات يعني حاول أزياء في مستقبل يعني بإذن الله طيب دور الأب والأم في مع التعامل بيكون إيه المفروض النصيحة ليهم لازم عشان تعامل معهم لأه حاجة لأن في بداية لازم يقبلوا طفلهم كما هو عليه ده أكيد طبعا وكان يعرفوا أن الطفل ده عنده قدرات وإمكانية الطاقات لو استغلوها وهو صغية جدا بإيه حيحق نتاج مصمرة جدا في مجتمع المصري فلازم أه حاجة لازم أقبل الطفل لازم معه في التقبل لأول طفل هو لأن بعض الأمهات بمحارة صدمة أن لسه كنت متوقع أن تولد طفل طبيعي ولكن حصل واتولد زوجة حتات خاصة فزوجة حتات خاصة دي مش وصمت عور لأ دي حاجة إيجابية أن الطفل اللي هي مأمانة عنده ربنا فأنا لو استغلت الأمانة دي بشكل كويس هعرف أستغلها هعرف حاجة كويس جدا في المجتمع المصري طيب هو حذر ذكرت أكتر من مرة في الطفل أو أطفال اللي عندهم تواحد أنه هم بيعندهم قدرات خاصة ولو استغلناها حققوا نجاحات كبيرة تفيد البلد وتفيد نفسهم والمحيطين بيهم ليه دايما بنعرف أو يعني تسمع على الملاك اللي عندهم تواحد وبيعندهم قدرات خاصة أسكية أوي بيحفظوا أرقام بشكل كبير جدا غير ليه بقى يعني عايزة أعرف السبب عندك أول سبب يعني ولأنهم أصلا دي ملكة كلها كل طفل التاني اللي يعني يعني زي بقوله أصلا إيه حاجة خاصة به مميزة لي يعني يعني مثلا نمو دي هو أصلا طفل التواحد أصلا تولد كده فلازم لازم بكل طفل حاجة خاصة مميزة عن الطفل التاني فلازم ألوح أدوري بقى أنك تشف الحاجة دي لا أنا بتكلم على إشمهنا ليه بنقول على أطفال عندهم توحد أنهم عندهم قدرات خاصة أطفال العادية ممكن أن يكون عندهم قدرات خاصة برضا أخذ للسؤيل بتاعي لا بس سؤالة هو عندهم قدرات خاصة بس ممكن قدرات دي أصلا تفوك الأطفال العاديين في حاجة كتير مثلا كويس ليه بقى هل قلد بسبب جيني سبب لا مفيش سبب معين لا هو كل ال إبحث أو وجه بتحاوت تواجه تواجه السبب ليس الحدولاتي يعني لسه الحدولاتي بتحاوت تشوف إيه سبب التوحد إيه السبب الحدولات في سبب جيني بس شايف إيه هو جين نفسه أيوة أنا أتكلم على السبب بقى أنهم عندهم قدرات خاصة زي ما هيك قلت بتبقى أكتر من الشخص طبيعي أو من طفل طبيعي هو ده طفل اللي هو التوحد عن زي يعني الطفل الطبيعي أنه هو ليه ملكات خاصة بس أنا إيه سبب الملكات اللي عنده دي لا مش عارف بس أنا بحاول أكتشفها أنا حاول أكتشف الملكات دي بس إحنا إحنا فعلا بنسمع عن الكلام ده وبنشوف أنهم إمتى إمتى نقدر وبنشوف أن الأطفال دي بتبقى عندها ملكات خاصة أو عندها قدرات خاصة زي ما بيقولوا إمتى إمتى نقدر نقول أنه الطفل ده خرج من مرحلة التوحد عند سنة قدية طبعا بتجارب حضرتك لا هو مش خرج من حد التوحد هو أصلا الاتراب مش مرض أولا يعني فالاتراب ده حيززم الطفل طوال حياته يعني يعني هي حياته لأنه فيه نصلا فيه شباب عام ساعة عام ساعة 20 سنة 25 30 سنة برضو عنده توحد لأن التوحد ده لسه ها أنت عايزة تقول أنه التوحد ده هتبقى صفة في شخصية أو سما أو الطفل أو سما فيه ماشي معاه بس أنا ممكن أأهله بس يعني في حالي ما صغير فكل مرة لازم فيه سما تدخل مبكر لازم اشتغل مع الطفل هو صغير لأنه مش عالي هو صغير هيعرف هيعرف هأهله مهنيا بعد كده في مستقبل بإذن الله ويحق كل حاجه عايز بنتمنى أنه يعني نستفيد من كل الأطفال زوال يحتياجات خاصة سواء عندهم توحد أو عندهم يعني احتياجات خاصة أخرى في المستقبل ودول طقات يعني كبيرة لو اهتمنا بيها وإحنا الحقيقة مهتمين بيها والدولة مهتمية بيها إن شاء الله يبقوا في تقدم وفي تطور المستمع الأستاذ أيمان عمر أيمن طه بن شكرا شكرا جزيلا استشاري علم النفس وعمليات الخاصة شكرا 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 شكرا